موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الواحدة من قناة المرافضون نستهلها بالعناوين المنتدى الوطني لديمقراضية والوحدة ينتقد بيان الهفة ومصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مجتمع المعلومات ويعتبر ذلك خنقا لحرية الإعلام والتعبير مياه الأمطار الأخيرة تغمر بعض المحلات التجارية وتحاصر عددا من المستشفيات في العاصمة واكشوت مصادر تتحدث عن احتراف بعض لاعبي منتخب المرابطون وأنباء عن إمكانية انتقال حارس المنتخب الثاني إلى نادي أتلاتيكو مادريد موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة انتقد المنتدى الوطني لديمقراضية والوحدة بيان السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهفة الصادر مؤخرا وتزامنه مع مصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس على مسروع قانون حول مجتمع المعلومات وقال المنتدى في بيان أصدره إن هذه الخطوة تستدعي تعبئة من سماهم الحريصين على الحريات العامة وحماية حرية التعبير معتبرا إياها انتهاكا لحرمة خصوصيات المواطنين وخنقا لحرية الإعلام والتعبير يثير غياب قانون ينظم العمالة المنزلية في موريتانيا الكثير من الجدل خلال الآونة الآخرة وقد طالبت عدد من النقابات العمالية في البلد السلطات الموريتانية بضرورة وضع قانون يضمن لممتهن هذه المهنة حقوقهم وينصفهم مما سمته الاستغلال تفاصيل أوفا نتابعها في هذا التقرير العمالة المنزلية ظاهرة منتشرة في المجتمع الموريتاني وبدون قوانين رقابة تعطي لكل ذي حق حقه وتمسك على يد الظالم أكثر من خمسة بالمئة من الموريتانيين يزاولون المهنة وأكثر من هذه النسبة من الأجانب ينافسون في الميدان والقوانين غائبة لتنظيم ومراقبة هذا النوع من المهن آتي هنا للبحث عن عمل نتيجة لصعوبة الظروف وجود أبناء لا معيل لهم غيري ولكن هناك مشاكل كثيرة بدء من سوء المعاملة التي نتعرض لها وانتهاء بتهديدنا بالقتل أحيانا والاعتداء علينا أحيان أخرى وليس ذلك ناتجا إلا عن غياب قوانين تضمن لنا حقوقنا وتساعد في حمايتنا الحقوق الموثقة سواء كانت لرب البيت أو للعامل غير مضمونة وإنما تختصر على ما تم التوافق عليه بين الطرفين وهو في الغالب يكون اتفاقا شفويا ولكون الأوراق الثبوتية للعامل وخصوصا الأجنبي تكون منعدمة في أحاين كثيرة وكما يشتكي ملاك البيوت من السرقة التي تحدث في البيوت وعدم الأمانة في أداء العمل يشتكي الكثير من العاملات من سوء المعاملة التي تهدد في بعض الأوقات شرفهن وحياتهن أمال المنازل هم أمال يقدوا نسبة لجمهورة الإسلامية الملكتانية أمال حكومة وضعية محريجة اللي ما في مقانون قبل يكون ينظامهم ينظام أمال المنازل ولازم حكومة شيء يبتنى إليه لأنه يطيهم تعظيم والله زاد أمور تتكلم عنه قد خالى مرسوم مرسوم ويزاري لكن مرسوم لا خالى مرسوم ولا أقبو شيء أخرى ما أخلق شيء وإنه من قدة مشاكل مع ذيها قضيت كومان الكونتراهن وخالي ولا خالق لهم حكومة حتى لنهم لسمك ما هو خالي محاولات من قبل بعض النقابات والوكالات في السعي إلى تنظيم هذا القطاع ما زالت تلقى صعوبة خصوصا في ظل عدام قوانين تساعد في ذلك عند ملتقيات طرق الكنيسة ومستشفى صباح تقف الكثيرات وهن يتطلعن لمستقبل زاهر تحت مظلة القانون وفي حضن وطن يحفظ للغريب غربته وللمواطن حقوقه نزوح جماعي واسع لسكان الجزء الجنوبي من مدينة مقطع الحجار جراء السيول الجارفة التي أحاطت بالمباني السكنية فيما تضررت قرى خارج المدينة وسقطت بعض المباني والعرشة ما جعل السكان يعيشون ظروفا يصفونها بالصعبة نتابع أدت الأمطار المصحبة برياح قوية مساء السبت إلى أضرار بالغة في المباني في قرى وتجمعات سكنية ببلدية مقطع الحجار ووصيبت العديد من المساكن الشعبية كالأعرشة والخيم وبيوت الطين بالتلف جراء قوة الرياح التي أدت سقوط عشرات المساكن وقد أصيب عشرات المساكن في تجمعات قروية عديدة وأدى وجود بعض المساكن في مجرى المياه إلى غرق الأمتعة والمواد الغذائية مما أدى لأضرار مادية متوسطة غير أنه لم تسجل خسائر في الأرواح كما أكد عمدة بلدية مقطع الحجار في اتصال هاتفي بقناة المرابطون ويقول العشرات من السكان جنوب طريق الأمل في مدينة مقطع الحجار إن المياه غمرت المنازل جراء فيضانات وسيول السد المحاذي للمدينة وأدت هذه الوضعية إلى نزوح جماعي للسكان من مناطق سكنهم خصوصا الفئات الضعيفة التي لا توجد لديهم منازل إسمنتية أما في العاصمة نواكشوت فقد أدت العواصف المصاحبة للأمطار لسقوط الكثير من المنازل الخشبية في أحياء الصفيح بحي المغيط بدار النعيم وفي الترحيل بمقاطعة عرفات جنوب العاصمة نواكشوت ونبقى بشأن الأمطار حيث غمرت مياه التساقطات المطرية الأخيرة على العاصمة نواكشوت بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة كما غمرت محلات تجارية وحاصرت بعض المستشفيات والمؤسسات العمومية ورغم الجهود التي يقول المكتب الوطني للصرف الصحي ببذلها إلا أن مياه الأمطار ما زالت منتشرة في معظم الشوارع وأمام عدد من المؤسسات والمحلات التجارية وحتى المنازل نتابع الدكتور شيتو يتفقد صيدليته التي غمرتها مياه الأمطار وحولتها إلى سفينة عائمة لا يخفي هذا الرجل السبعيني حجم الخسائر التي تكبدها جراء غمر المياه لصيدليته التي استثمر فيها ما جمعه طوال عمره لكنه متشبث بهذا المكان وبهذا الحي الدكتور شيتو أحمد صيدلاني من لبنان هاجر إلى موريتانيا منذ عدة عقود وأسكن حي الأكسر القديم ونسج علاقات واسعة بهذا الحي وسكانه لم تستطع عوامل الزمن وتصاريفه أن تؤثر فيها نارو عن الأكسر فيه في المبارتو قلنا نحن قدمنا لأنه ما يجينا ملي من التحت ورق الشينا قاك لنا ستزن تنقرب 20 ليل وها ما يجي لعدوا حد كنها ونظروا الدولة والله وناس هذه ساعة تكسر هذا المعرم قدامنا هو دولة أربعة تكسر ومع الله خمس الدكتور شيتو ليس وحده من غمرت المياه محله وبيته فهذا الحي المنكوب شاهد على ما خلفته الأمطار من قصص ومآسي المستشفى الجهوي يغرقه والآخر كما هو حال سوق الأكسر القديم أما الشوارع المحيطة بورشات تصريح السيارات فقد استوطنتها المياه الراكدة المتعفنة واحتلتها مستشفى الأمومة والطفولة حاصرته المياه هو الآخر وحولته إلى منطقة مغلقة سيارات تابعة للمكتب الوطني للصرف الصحي ترابط على مدخل المستشفى في محاولة لشفط المياه وفتح الطريق وهذا مبالكات اللي يعلتهم في يدهم وده نهارين جاءهم مش يسحاب لحكم الحالة ملانت هذا رزاله الأول نواب شو سمع منين جاءت أسحاب جابوا المكاين وطرحوهم وستانات ما شاء الله زينات المكاين جدد غير لما طرحوا راكورات المادية غير مهم شي معمد هذه حقيقة الخلطة لهم اللي عدلوا هذا شيء أخر ما هو خالق وهكذا لم يشفع لحي لكسر قدمه ولا أنه أول حي تم بناؤه في العاصمة واكشوت حيث هجره العديد من سكانه بسبب تأثير الأمطار السلبي لتبقى أطلال هذا الحي شاهدة على عجز الدولة الموريتانية عن توفير مقومات الحياة المدنية الحديثة حتى في أبسط مظاهرها وفي أقدم أحيائها تتسبب مياه الأمطار خلال فصل الخريف في هجرة العديد من سكان بلدية تامورتنعاج بولاية تقانت ورغم الجو الجمالي والطبيعي الذي يضفيه هذا الفصل إلا أنه يثير مخاوف ساكنة المنطقة بفعل غزارة تساقط الأمطار تفاصيل أوفان تابعها في التقرير التالي مياه الأمطار وقد غمرت بلدية تامورتنعاج بولاية تقانت مشهد ينتظره ساكنة التامور الطيلة العام لكن ضعف البنى التحتية وانعدام الإمكانيات ينغص عليهم فرحتهم بتهاطر الأمطار وانهمار الماء من السماء البلدية كغيرها من بلديات الوطن تعاني من الكثير المشاكل لكن المشكلة الأكبر هي مشكلة الخريفة حيثا البلدية وسكان البلدية يعانوا من ذلك المالي يشتو السكان يطروا الخروج من المدينة مثل الخريفة وكيف تعرف الناس على بلدية تامورتنعاج أنهم أكبر البلديات من أهمها اقتصادية حيث هي بلدية اقتصادية زراعية وبلدية وحاتية بالتالي هذه البلدية تحتاج لياسر من الجهود المكثفة للموارد وطاقات الاقتصادية تستثمر محلها السكان وهم يتجولون بين الماء والنخيل والرمال والجبال والمناظر الجذابة ليست قلوبهم مطمئنة فهم مهددون بالرحيل في أي وقت فالمساكن لا تقوى على الوقوف في وجه السيول المتدفقة ولا على الصمود أمام مياه الأمطار هذه المشاهد التي كنت الآن التابعة عادة في هذه الفترة كل ما جاءت للأمطار والسيول أو السكان المحليين هنا في المكان يخرجوا بطريقة مثل مرضى مي نغارد المياه مثلا تطردهم طرد مباشر من أماكنهم كما تلاحظون المنازل يستدخل فيها المياه ودون رأي من أحد وهما مبتل جاءتنا إلى هذه المنطقة الغربية في فترة الخريف نبقى فيها لمدة شهرين أو ثلاثة حتى تحصل المياه لا عزبنا لأماكنهم وبهذا في حق ميزة من ميزات هذا المكان لأنه وصل منطقة منطقة زراعية كاملة ويدعو السكان الجهات الوصية إلى تحمل المسؤولية والوقوف إلى جانبهم في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها كما يأملون من السلطات الموريتانية مد يد العون لهم وهم يمرون بأصعب أيامهم خلال العام رياضيا في هذه النشرة تتداول هذه الأيام في الوسط الرياضي الموريتاني أنباء بشأن احتراف بعض لاعبي منتخب المرابطون الشباب الذين شاركوا في بطولة كوتيف الودية وتتحدث مصادر عن إمكانية انتقال حارس المرابطون الثاني محمد صلاح الدين إلى نادي أتلاتيكو مدريد الإسباني فيما أبدت بعض الأندية الإسبانية رغبتها في التعاقد مع بعض لاعب المرابطون الشباب نتابع بعد خروج منتخب المرابطون للشباب من بطولة كوتيف الودية من دور ربع نهائي بهدف يتيم حمل المنتخب الوطني أمتعته من الديار الإسبانية متجها إلى أرض الوطن بعد المشاركة في البطولة الودية التي حقق خلالها نتائج توصف بالإيجابية حيث بلغت دور ربع نهائي في بطولة كوتيف لأول مرة في تاريخه إلا أن مشاركة هذا العام وبعد أن تم فيها تمثيل موريتانيا بوجوه شابة تخرجت من الأكاديمية الوطنية لكرة القدم يجري هذه الأيام في الوسط الرياضي الموريتاني حديث عن عروض تنهال على بعض لاعبي منتخب الشباب حارس المنتخب صلاح الدين تتحدث بعض المصادر عن اقترابه من الانتقال إلى فئة الشباب لنادي أتلاتيكو مادريد الإسباني بعد أن تألق في البطولة الودية ولأن بطولة كوتيف تم إجراؤها في إسبانيا فهناك حسب بعض الصحف الرياضية المحلية عن دية إسبانية أبدت رغبتها في التعاقد مع بعض نجوم المرابطون الشباب لتكون بذلك بطولة كوتيف الودية أكثر بطولة كراوية يستفيد منها المنتخب الوطني للشباب بعد أن شهدت النسخة الماضية من البطولة احتراف المهاجم الحسن العيد وزميله المدافع علي عبيد في صفوف نادي ليفانت الإسباني إلى هنا مشاهدنا الكرام نصل نهايتا هذه النشرة وقد تابعتم فيها المنتدى الوطني لديمقراطية والوحدة ينتقد بيان الهفا ومصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون مجتمع المعلومات ويعتبر ذلك خنقا لحرية الإعلام والتعبير مياه الأمطار الأخيرة تغمر بعض المحلات التجارية وتحاصر عددا من المستشفيات في العاصمة نواكشور مصادر تتحدث عن احتراف بعض لعبي منتخب المرابطون وأنباء عن إمكانية انتقال حارس المنتخب الثاني إلى نادي أثلتيكو مادريد يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة دمتم في أمس اشتركوا في القناة